السلام عليكم يا شباب ياربوا تكونوا كلكم بخير وحشتوني جدا طبعا كلكم اتمنى ان احنا طريق الفيديوز والديسكشنز اللي هتبقى ما بيننا ان احنا نقدر نوصل اكبر قدر من المعلومات اللي انت كنت هتستفد بيها لو انت كنت في الليكتشر في الكل ايه طيب زي ما انتوا عارفين احنا ان شاء الله بعد كده كل الليكتشر هيبقى ليها اوملاين جوجل كلاسروم ده انت هيجي لك الكود قبل الليكتشر تدخل على الليكتشر هتلاقي الفيديو ده موجود فيها طيب هتفهم الفيديو كويس قوي وهتركز معايا ان انا هجيب لك و هجيب لك و هجيب لك وهجيب لك كمان او هاخد كمان الاتندنس بتاعها لكل واحد يستغل بقى الوقت اللي هو قاعد فيه في البيت ان احنا نحاول نوصل لأكبر قدر من اللي استفادة كأننا بالضبط في الكل ايه طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه عن شابتر 2 سيستيمز ديولوبمنت سيستيم ديولوبمنت الشابتر ده احنا مقسمينه لثري بارتس هنتكلم النهارده عن بارت ون نشوف كده الكونتينتس اللي احنا هندلسها في الشابتر سيستيم ديولوبمنت سيستيم ديولوبمنت لايف سيكل سيستيم ديولوبمنت سيستيم ديولوبمنت سيستيماتيك بروسيس يعني ايه احنا في كل الشابتر اللي فاتت أو في كل الليكترز اللي فاتت شابتر 1 عارفنا يعني ايه information system وعارفنا كمان يعني ايه او how the information system is very important to any organization تفقنا ان اي organization بتعمل investment كتيرة في الinformation system زي عشان هي عارفة قد ايه هي very important بالنسبة لها ده الشابتر اللي فاتت أو شابتر 1 الشابتر بقى ده احنا عايزين نجاوب على one questions او one important question اللي هو ايه how to develop an information system ده معناه system development system development بيوضح لي ايه هي process اللي أنا همشي عليها بعد كده عشان اعمل development او modifying لأي information system عند الفيزيس دي وبرا عن ايه برا عن planning analysis design deployment and maintenance والفيزيس دي هي هتبقى موضوع الشابتر بتاعنا system development life cycle is a conceptual model which includes policies and procedures for developing or altering systems throughout the life cycles احنا اتفقنا ان احنا فيه process معينة هنمشي عليها او فيه phases هنمشي عليها phase by phase عشان اه نعمل developing 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 للسيستم بتاعنا او development للسيستم بتاعنا طيب طيب ال SDLC هي عبارة عن الconceptual model او الموديل اللي بيوضح لي ايه هي الpolices والprocedures اللي انا همشي عليها step by step عشان اعمل developing او modifying للانفورميشن system system development life cycle is a systematic approach هو approach احنا بنمشي علي steps معينة procedures معينة policies معينة احنا بنمشي بنمشي عليها عشان نعمل developing للانفورميشن system طيب الابروتش ده بيعملي breaks down the work into phases بيقسم لي انا مش هينفع اعمل طبعا developing لأي information system على one phase الموديل ده بق بيقسم لي الشغل الكل لفايزيس that are requires to implement either new or modified information system طيب اللي احنا عايزين نعرفه من الاخر حاجة هنا لناها ان احنا system development life cycle مش بس عشان اعمل new system new information system لأ احنا كمان بنستخدمها عشان نعمل modifying لأي information system عندنا يعني انا دلوقتي عندي information system لأنا شغلة فيها عايزين نعمله بقى improving عايزين نعمله modifying عايزين نحسنه فعشان اعمل كده برضو بستخدم SDLC ده اللي احنا هنشرحه في الشرطر ده زي ما احنا شايفين phases of SDLC الترتيب كده planning analysis design implementation maintenance طبعا احنا حفظنا خلاص phases كده ما احنا بنقولها كل شوية ولما نركز طبعا على phase by phase هنعرف اكتر كل details عن كل واحدة فيها